هي أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبنت حملة مهمة جدا لمكافحة الإدمان والمخدرات لأنه منتهى البساطة هي أن المخدرات كفيلة أنها تهدم مجتمعات لأنها ممكن تؤثر أو في وقع الأمر بتؤثر على عقل الإنسان وبتخليه لا يشعر باللي حواليه ولا بنفسه ممكن يكون شخص غير مدرك لأفعاله ويرتكب جرائم بشعة وهو يعني مش حاسس باللي عمله عشان كده المخدرات دي الحقيقة من أخطر الحاجات اللي ممكن أنها تؤثر على المجتمعات وتؤثر على الشباب وده اللي دفع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتبنى هذه الحملة لتوعية الشباب من خطورة وأضرار المخدرات خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن تأثير المخدرات على العقل من دكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي واستشاري المخ والأعصاب بجماعة الأزهر صباح خير رحضيك دكتور نورنا صباح كريم صباح نور أهلا بيك طيب وحاول نتكلم على المخدرات وأثرها السلبية ويعني الحقيقة أن المخدرات زي ما نحن دايبا بنقول أي أن كان نوع المخدر بيؤثر على العقل بشكل أو بآخر بيؤثر على الشعور بشكل أو بآخر عايزة أعرف من حضرتك مدى تأثير المخدرات على عقل الإنسان طبعا لو قلت لحضرتك أنه ده أهم موضوع نطرحه على السادة المشاهدين دلوقتي لأنه يعني الهدم المخدرات والإدمان تعني الهدم يعني إيه هدم؟ يعني مثلا أنت بتبني مجتمع عايز إيه من المجتمع ده؟ عايز شباب واعي وعايز شباب مدرك للواقع وفاهم التحديات العالمية وفاهم اقتصاد وفاهم أنه يبني بلده تخيالي بقى باركن ده كله على جنب ويصبح الإنسان أسير لسجارة أسير لبودرة لبرشام والدولة جاهدة كل ما تيجي تضيق على حتة المخدرات يطلع لنا حاجة يعني مثلا بيدمنوا مثلا أدوية الشلل الرعاش وهي ما يسمى في سوق المدمنين سراصير فتيجي الدولة تعملها جدول يعني تحذر بيع هذا المنتج ولازم نشرة ولازم رشدة ولازم حاجات زي كده المدمن يسيبها ويعدي على دا وغيره يعني إذا تقفل الباب دا يدور على باب تاني لحد ما طلعت الأدوية دلوقتي للألام المزمنة يعني كان عندنا مرضى اللي هو ركبهم بتوجعهم دهرهم بيوجعهم فبنصرف لهم نوع من المسكن برضو أدمنوا راحت الدولة أفلاه دخلوا على نوع بعده وهكذا إذن المدمن محتاج للأسف الشديد أي حاجة يسطل بها نفسه يعني كان أحد المدمنين بيحكي لي مرة أنه اتحبس في قضية ست شهور فطبعا السجن ما فيهش مخدرات كان بيحاولوا يسطلوا نفسهم أنهم يخمروا الأكل بتاع السجن عشان يخليه كأنه مادة مخمرة تتوهوا أو تسطلوا شوفي قدي إيه شباب عايز يغيب عن الوعي وعن الإدراك وعن الواقع وعن الحياة ويتحول إلى مسخ لأنه لو أب و أم بيشوفونا دلوقتي فأعظم نصيحة أقدمها لك أن أنت تربي ولادك على الحرية أنه هو بياخد قراره من نفسه أنه هو عنده طموح عنده أمل عنده هوايات عنده حاجات تسعده طيب لو بقى أسير لسجارة أو مخدر شخصيته بتترك الخالص ويصبح أسير لهذا المخدر بمعنى إيه هتلاقي حضرتك أبسط أنواع التعاطي والاعتماد في الدنيا هو أكتر حاجة السجاير وهو بقى شيء مشروع مشروع يعني ما فيهوش معاقبة قانونية كل ما تستطيع أنك تعمليه أنه ما ندخنش في الستوديو بس عشان مكان مقفول إنما لو بيننا واحد بيدخن بيطلع بره يدخن طيب بس شو في بقى التضييق والحجر على الحريات بأنه ما يقدرش يدخن هنا طيب ما أنت تحولت إلى شخص منبوز هتلاقي في المطارات قوضة كده للي بيدخنه هتلاقي كل ما تخشي مكان تلاقي المدخنين دول كأنهم جروب متصنف مكان للمدخنين فهو بيبعد عن الطبيعي ولا يعيش ولا يحيا إلا بالسجارة ما يقدرش يأكل إلا ما يحبس بالسجارة ما يقدرش يشرب كباية شاي غير بالسجارة ما تحولت لعادة ده مش عادة ده عادة ضيقت علي حدودي أنا بسميها شخصيا هو ربنا خلقك بدون بنزين يعني أنت ربنا خلقك أنت حر وطقتك طبيعية تسحى طبيعي وتنم طبيعي وتخش وتأمل حياتك طبيعية ده ما يقدرش يفكر غير بالسجارة يعني حتى كان في امتحانات الماجستير والدكتوراه ناس كبار وناس دراسات عليا طالب يدخن في اللجنة لأنه هو مش قادر يجاوب غير لما يدخن وهتلاقي بقى ظاهرة التدخين دي سيئة جدا في أنه هو عمل لنفسه محرك ووقود وطبعا لو نقلناها بقى لظاهرة الشيشة ما تقدرش يعيش غير لما ينزل كل يوم على القهوة يشرب حجر معسل ونقل معسل وإلى آخر طيب ده احنا بنتكلم في تعاطي واعتماد مقبول مش أمين شرطة ولا ضابط شرطة يمسك واحد يدخن ويقوله لكن هو مقبول اجتماعيا أنه يا فندم في الأوقات الأخر أقصد غير مجرم في الأماكن العامة لأنه كمان يعني ما خلينا نقول ما بيغيبش الوعي طبعا بيؤثر على الصحة بالسلب بشكل كبير جدا لكن لا يغيب العقل يعني الإنسان بيبقى واعي عارف برضو هو بيعمليه أحيانا بيكون رابطه زي ما حضرتك قلت بالسعادة برابطها بفكرة أن أنا هتوتر لو ما دخنتش هتعصب هاكل كتير يعني فيه ناس تبقى رابطها بشوية حاجات تانية فبالتالي بيقنع نفسه أنه يدخن طيب فإذا عملنا ده في السجير اللي هي أكتر حاجة بنسمها وورلد وايد في العالم كله تعالي بقى ننقل على ترامدول على أفيون على كوكاين أنت هنا بقى طيب خاني بقى قبل ما حضرك يعني في المثال الأول لحضرتك ضربته على سبيل المثال ترامدول تمام يطلع حد يقول لا ده مش إدمان ده أنا بطعطى الترامدول عشان أفوق عشان أشتغل أكتر بيديه طاقة ما هو كلمة إدمان مش كلمة مطلقة أي شيء في الدنيا يبقى إدمان إذا حصل فيه خصائص معينة طيب ما احنا بنشرب قهوة الصبح عشان نفوق ليه مهيش إدمان لأنه أنت شربت في إنجان قهوة بس فما دركش ما فيش ضرر في حاجة إنما لو شرب عشرة بقى إدمان لأنه هنا تحول من نطاق عادي إلى نطاق سام نمرة 2 هيبدأ يخلي بسلوكه يعني هيبدأ ما يبقاش واعي فأي سلوك حتى لو مية معدنية بيشربها بنية الإدمان هيبقى فيه إدمان المية المعدنية لأنه هيلاقي نفسه مصطول ما عندوش تركيز بيعمل سلوكيات غلط فخلينا نتفق إنه الترامدول عقار زي ما قلنا من شوية السراصير بتاع الشلل الرعاش اتمنع لأنه استخدموه كمخدر طيب الترامدول ده كان دواء مسكن للألام بجرعة معينة بياخدو الشخص تحت إشراف طبي هل المدمن بيعمل كده؟ المدمن بيبلع شريط كامل من الترامدول فبيوصل لحالة بنسميها الانتوكسيكيشن أو الانسمام يعني غير مدرك للواقع بيخطرف بيهلوس عنده ضلالات عنده تهيئات حاجات من هذا القبيل فأنتي حولتي شخص إلى من مدرك للواقع وفاهم نفسه وعايز يجيب فأول المدارس اللي فاتت دي مصاريف المدارس وشنط المدارس واليونيفورم وفرحان بولاده ده بني آدم إلى شخص ما يهموش ما يارفش ولاده في سنة كام هو لو لقي أي فلوس في الشقة كمان هياخدها ويروح يجيب المخدر بتاعه وهنرجع هنا لنقطة تانية إنه حياته تمسحت فيه إنه ربنا خلقنا سبحانه وتعالى العقل ده فيه كميات قليلة جدا من المخدرات لكنها ناقلات عصبية كميائية ربانية أنت بتشيلها خالص بتوقفها وبتحول هذا الشخص إلى اعتماد خارجي للمخدرات وده مش موجود عندنا في الأفيون والحشيش والكوكاين ده موجود أنا عندي غدة هنا اسمها الغدة الدرقية الغدة الدرقية دي هي اللي طلعت هرمون الإلتروكسين فأنا النهار ده الصبح صحيت عشان أجي في برنامج صباح الخير يا مصر أتكلم عن أدران المخدرات طيب فيه علبة في الصيدلية كده فيها هرمون الإلتروكسين ده فيها مية أرس لو أنا خدت الأرس ده كل يوم وأنا شخص سليم ما عندش أي حاجة ونشيطه طبيعي وزي الفل انت عارفة هانتو جئي بعد ما خلص المية أرس ان الغدة الربانية اللي كانت طبيعية ومسؤول عن إن أتكلم طبيعي واسح الصبح ونم في مواعيدي ومنظمة حياتي إلى شخص معتمد على هزي العلم لآخر يوم في عمر لإن الغدة وقفت خلاص وهي دي برضو أزمة الكورتيزون وأزمة أي حاجة واحد ما عندوش أي أمراض وهياخد مثلا إنسولين هيقف الإنسولين الرباني بعد شوية ويعتمد على الإنسولين لآخر يوم في عمر إذن برضو بتاع المخدرات بيغلط نفس الغلطة أنت ربنا خلقك وقت ما تزعل تزعل طبيعي وترجع تتعاف وقت ما تفرح تفرح طبيعي وترجع تاني للمزاج الطبيعي إذن أنت مدرك لمزاجك بتقيم اللحظات إنما في الآخر أنت هتتحول لمسخ كده زي يحي الفخراني في فيلم الكيف لما راح يضحك في الميتم أو زي ما قلنا تسرق غير واعي غير مدرك لأي شيء وتسيب ولادك مش في المدارس النمرت تلاتة بقى القيم كمان هتروح بعد شوية يعني هو في مقابل المخدر لا يغير على مراته ولا يهتم بأولاده ولا يروح شغله ويضع حياته تماما طيب دكتور يمكن حضرتك كلمت على تأثير المخدرات على المخ فعلا في الحتة خلينا نقول السايكولوجيا يعني هو ما بيبقاش حاسس ما بيبقاش واعي غير مدرك لأي شعور وما إلى ذلك لكن عايزة أعرف من حضرتك ماذا تأثير المخدرات على المخ لو هنتكلم فيسيولوجيا فيسيولوجيا يعني الحاجات اللي بتوجهنا بنكتشف أكتر حاجة نكتشف بيها المدمن إيه إنه يخش في نوب التشنجات لأنه هو زي ما قلنا بياخد جرعات بتغير كهربة المخ وأنا شخصيا كده وأنا بكشف على أي حد أهله بيقولوا دليل تمبارح هو نام في السرير فضل يتشنج وعض لسانه والبول في الاتمن فهم مخدودين وعملوا رانين مغناطيسة على المخ طلع سليم وعملوا رسم مخ كمان طلع سليم فأنا وأنا بكشف عليه كده أقول له أنت خدت حاجة فأعمل لي كده فبطلب أن الأب والأم يطلعوا بره شوي وأكتشف أنه إما بياخد مخدرات من فترة وزودوا الجرعة إما بياخد برشام لأنه الأدوية المسكنة للألام اللي هي اسمها العلم بري جابلين هي أصلا مضادة للصرع مضادة للتشنجات وهو خدها بكمية لغبطة كهربة المخ ونحن لسه قيلين أنه لو أنا بياخد دواء الغدة الغدة هتوقف هو خد دواء بلغبط كهربة المخ فبالتالي أول مؤثر على المخ التشنجات وهي مهددة للحياة يعني مش عايزة أقول لحضرتك أنا لو في مصف كده وسمعت عنه شاب غرق والناس بقى مستغربة ده كان بيعم كويس وكان وسطينا وإحنا فاكرينه بيغتص ويطلع وفجأة طلع ميت أنا توقعاتي أنه جات له نوب التشنجات لأنه نوب التشنجات بتزيد بالنهجان والعوم فيه مجهود فيه النفس غير منتظم فهو لما بيعم بيسير المخ وده بيبقى مش مدمن قوي ده بيبقى متعاطي يعني زي ما حضرتك قلت كده ممكن يكون بياخد الترامدول مثلا أرس كل يوم مش شريط ولا حاجة ممكن يكون بياخد مادة البريجابلين كابسولة كل يوم مثلا 150 فهو متعاطي وشاب وهو ماشي بالمخدر ده وأهله ما يعرفوش لكن مع النهجان في العوم والبحر تظهر دي ولو رجعت كده كل حوادث الغرق هتلاقيهم شباب ووسط زميلهم يعني ما دخلش جوه في حتة صعبة ولا حاجة ده هو بيعم وسط الناس وفي ثانية يروح مننا فيبقى تاني حاجة أنها مهددة للحياة والكلام ده بالمناسبة مش لازم في البحر يعني ممكن تجيله نوبة التشنجات يقع على حاجة يحصل له نزيف داخلي ويموت يعني ممكن يبقى في الحمام بيتوضى بيغسر وشه الصبح ويغمى عليه فيقع ويحصل له نزيف ويقع في التنفس وبرضه هي مؤثرة على مركز التنفس يعني عندنا مجموعة من العققير اسمها البنزو ديازبين دي بتوقف مركز التنفس وللأسف الشديد الدولة بتوفرها رخيصة جدا للمرضى اللي هم بيطعطوها عشان كعلاج لكن المدمن ياخدها بسعر عالي جدا لأنه بتتبع له سوء سودة وأدوية يسموها الصياد لأدوية محروقة وأدوية خارج النسق بتاع القانون لأنه بيبقى في ناس تطلعها فتصوري مثلا شريط كان سعره زمان عشرة ولا عشرين جنيه هو يجيبه بمية وبمئتين جنيه ويجي واخد الشريط كله عشان ينام لأنه حضيك قلتي حاجة مهمة قوي طب بالناس كانت بتاخدها علاج لكن العلاج أرص أنا باخد أرص أسبرين عشان يعمل لشيورة وتحت إشراف طبيب وتحت إشراف طبيب هو بياخد شريط بقى فبيجراله إيه؟ بيحصل للمخدر حاجة اسمها التأقلم يعني أنا النهاردة خدت نص أرص ترامدول هل أنا مدمن إذا كان تحت إشراف طبيب ونص أرص فأنت بش مدمن لكن هل تضمن لي أنك ما توصلش لشريط لأنه هيحصل للنص أرص ده أنه بعد شوية يفقد فعليته وده بيحصل مع مرضى الضغط والسكر بيحصل لمعظم الأدوية بيحصل أدابتيشن للجسم أدابتيشن هو في علم الأدوية بيسموه توليرانس مش أدابتيشن التوليرانس ده أنه أنا باخد كل يوم أرص كذا للسكر وسكري مظبوط لمدة سنة بعد شوية أقول للدكتور بتاعي والله إذا أنا حللت بالجهاز اللي في البيت لقيت السكر بعد الأكل مثلا 300 دكتور مع أنه واخد نفس الأرص فهو الدكتور هنا يروح له ينصحني أنه لازم نغير العلاج لنوع تاني فصيلة تانية عشان أنت جسمك خاد على الدواء ده ده بيحصل للمدمن لكن لو تحت إشراف طبي ما كانش جراله حال طيب دكتور قبل لما أروح مع حضرتك لفكرة علاج الإدمان أو إزاي نقدر نساعد الشخص المدمن على التعافي عايز أعرف من حضرتك يعني من خلال طبعا خبرتك الطبية وتعامل مع حالات مختلفة عايز أعرف من حضرتك مسببات الإدمان إيه؟ أكتر مسبب للإدمان في الدنيا كلها مش في مصر حاجتين القلق والاكتئاب اللي هو الإحباط القلق بيختار مخدر يهديه والإحباط بيختار مهدئ ينشطه ويفتح نفسه للحياة فالقلق أشهر حاجة مهدئة زي ما قلنا السجاير النوكوتين ده حتى بصي للمدخن وهو بيدخن هو بياخد نفس عميق عشان يريح عضلات بطنه وعضلات صدره المتوترة عشان يريح القولون لذلك المدخن لو ما دخنش سجارة بعد الأكل هيقولك عندي غثيان عايزة رجع فبيلجأ للتدخين عشان قلق ولذلك هو التدخين بيحصل إمتى؟ في سن المراقة سن التوتر سن الانفعال سن الحيرة سن مش عارف إيه سن التقليد سنه إنه فلان بيشرب قال محاكاة يعني أنا عندي لازمة كده بشوف أحد يجي يقول لي إيه والله تعرف الحشيشة دي الحشيشة إيه بتاعت فلان الفلاني ويذكر لك اسم حد نجم يعني فقوله طيب فلان الفلاني شربها وبقى نجم إنت بقيت مدمن يعني حتى الإدمان مصاره مش واحد مصاره إن إنت بتقلد حد نعم في كل الأحوال حتى لو كان نجم يعني أو أيا كان شخصية معروفة فهو في الآخر كمان هيؤثر عليه زي زي الشخص العادي وفي الآخر بني آدم هيؤثر عليه بالسلب لأ إحنا عايزين هنا نفرق كمان إنه مصاري الإدمان اختلف من إنه واحد مثلا شاف رمز هنسميه رمز وأنت تعرف فلان الفلاني ده ما هو بيذكر هو متعاطي مش مدمن عايزين نفرق ما بين الاتنين هو عالج نفسه لأنه أنت عارفة مخدرات بالإنجليز يعني إيه؟ يعني دراجز وأدوية يعني إيه؟ دراجز يعني هما الاتنين علاجين لكن ده علاج خاطئ وغير مقنن وده علاج مقنن يعني ليه الأسبرين مش مخدر؟ يعني إنه أرس مقنن منظمة الغذاء والدواء وفقت عليه في العالم إنه ياخده الإنسان ما زياه كذا وعيوبه كذا لكن لو واحد فتحش يعني شريط أسبرين كده وبلعه مرة واحدة هيخش في حموضة في الدم وهيموت يعني برضو هو مخدر برضو وهيهلوس وكان برضو ساعات يلجأوا للأسبرين ده يطحنوه ويحطوه على الشيشة لما المخدرات اضايق عليها وقت مصر ما كانت بتحارب الإرهاب والحدود محمية فمش لقينه مخدرات فبيلجأ لأي أدوية عادية من الصيدلية أي أدوية الأسبرين بالمناسبة كان بيتباع في كشاك السجاير ما بيتباعش في الصيدليات كمان فهو بيمسكه ويطحنه ويعمل ده مرة ما لقيهش مخدرات خالص يجيب السكر بتاعنا ده سكر الشاي ويطحنه ويحطه على الشيشة هو عايز أي شيء يغير كيميا جسمي أنا قلت لك اللي لا يا زي ما حضرين بتقولي يا دكتر فكرة أنه المضمن بيحاول بأي طريقة أي أن كانت بالضبط أنه هو يغيب عن الوعي أي أن كانت الطريقة طيب حضرينك كلمت عن نقطة مهمة جدا وهي فكرة القلق والإحباط والتوتر ففي ناس يعني البعض ممكن ما يكونش مضمن مخدرات بس يكون مضمن أدوية مهدئة تمام بتؤثر كمان وبعد فترة زي ما حضرينك كلمت على التوليرنس أو على فكرة أن الجسم بيتعود على الأدوية اللي بياخدها فبيبطي يزود الجرعة وهكذا عايزين نتكلم كمان في النقطة دي أنه ممكن حد ما ياخدش باله قوي في الأول أنا باخد دواء في الأول في الأخي باخد دواء ودكتور كاتبه لي هي برضو خلي بالك إحنا كشعب لنا سيكولوجية مميزة في الإدمان يعني بمناسبة اللي حضرينك بتقولي ياخد أدوية مهدئة ما عليهاش إقبال بالمناسبة هو الإقبال الأول على الحشيش ليه؟ لأنه هو مشهور أن الناس بتحشش زي ما قلنا كده ما الحجه فلا بيحشش ما الشيخ فلا بيحشش هو بيقول كده المدمن شايف أنه الحشيش له قبول شعبي والأفيون لأنه هو مسميها مواد طبيعية تعرف المدمن يقول لي إيه؟ لا 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 الحمد لله الكيميا ما ليش فيها هو هنا مصنف نفسه مدمن شيك أنا طبيعي كلمة طبيعي يقصد ناتشرال يعني أنا بدخن أو بحشش أو باخو حتى البنجو يعني قبل ما يحربوا البنجو وزراعة البنجو كان موجود زمان كان عليه إقبال رهيب لي بقى البنجو لأنه يقول لك ده نبات طالع من الأرض شايفة كده المشهد بتاع نور الشريف في أول في فيلم الكيف يقول ده نباتات زي بقى العطارة اللي ربنا هو ده كلام المدمنين ما فيهوش حاجة له قبول شعبي ونباتات من الأرض ولما بيبقاش معاي فلوس ما بيحتاجوش وده اللي هو أول علامة المدمن يعني الإنكار والتبرير الإنكار أنا مش مدمن ولا حاجة والله لما حب أبطل هبطل والتبرير أنه ده نباتات وكل الناس بتعمل كده وانت شايفنا مصطول هو ده أنت لما هتتحط في ضائقة نفسية هتتسطل يعني هادك عايز تقول أنه بشكل أو بآخر في حالة أن أي شخص حتى لو فيه طبيب كاتب الدواء عشان التوتر أو القلق ولقيت أنه أنت بتعتمد عليه بشكل كله مش عارف تتعامل في يومك من غيره كل الكلام ده لازم تروح للطبيب مرة أخرى عشان تهال الموقف داخل سريعا جدا يا دكتور بعد إذنك وأخيرا لو في أسرة فيها شخص مدمن إيه العلامات المفوضة يلاحظوها عليه أو مفوضة تظهر عليه وفكرة التعامل مع الشخص المدمن أول علامة وسهلة وبسيطة جدا هو تغير سلوكه شخصيته أنه بيداري حاجات أنه هو بينطوي إذا ده حصل أعرف أن فيه حاجة في حياته غلط إنما شخص طبيعته زي ما هو بتواصل معي ما بيتكسفش يعني مثلا لو بدأنا بالسجائر مثلا هتلاقيه بيجيب نعناع وحاجات معطلات للفم عشان يداري السجائر بيداري فلوسه وخلي بالكم المرحلة دي مرحلة المراقة هي إذا عدى منها صعب صعب يدمن بعد كده لكن زي ما قلنا المصرين لهم نمط يعني يسعدك نقول لك والله أنا بأخد كذا كذا إنما مية ماليش فيها هو ما يسميهاش خمرة يسميها مية عشان اسمها الخمرة ده يعني يجرحه يعني بغد النظر عن المستميات إنما أقصد هو حرسه لأ دي حرام ما شربهاش لأ دي كيميا ما خدهاش إنما هو بيبرر لنفسه ده فإذا لقيت ابنك بينطوي بيعمل سلوكيات غلط اعرف إنه ده كمان عرضة للمخدر يعني حاول إنت بقى تعالجه وإنت بإنك تهديت هو الطالب بياخد رامدول وبياخد سجال ليه لإنه مكلف بتوتر عصبي اسمه المذاكرة طب إذا قلت له لا تؤجل عامل اليوم إلى الغد زاكر المادة اللي ضعيف فيها تعال نقوى نفسنا فيها بدل ما تروح تدمن ما نفتح اليوتيوب ونشوف الدروس الخصوصية والمحاضرات اللي نزلة لليوتيوب برس فهتلاقي سلوكه تحول من شخص بيعالج نفسه بالغلط إلى بيهدى وبيشوف حجم المشكلة بالوضع الطبيعي فده النصيحة اللي أقدمها لأي أب وأم عايز ابنك ما يدمنش ما تخليهوش يقع تحت علاج القلق بالغلط أو الإحباط بالغلط وعالجه أنت من القلق والإحباط علاج اجتماعي ما هي الكلمة مفعولها أقوى من البرشامة يعني كان عندي واحد داخل أولى سنوي فتوتر واتلغبط لأنه من الأوائل في تالت عدادي فلما دخل مرحلة جديدة تلغبط فأنا قلت له بس كلمة غيرت مجرى حياته أنت مش في شهادة ودي بروفا لسه للسنوية وانت هتنجح السنة دي فاتطمن وكل الناس بتحبك لأنك من الأوائل بدأ إيه ده خالص أنت المطلوب ما تذاكرش مطلوب تقعد في جو مذاكر اتحول من شخص متوتر هذه حماية من الإدمان إلى شخص هادئ وبيشوف مصرح فكرة التعامل مع أولدنا والدراية بأن إحنا مرايات لهم إحنا سلوكنا هو اللي في الأول وفي الآخر برضو يعني هم بيقلدوا أباهم وأمهتهم وفكرة الاحتواء زي ما حضرتك تكلمت هي كمان مهمة جدا أنا بشكر حضرتك جزيل شكرا يا فنم دكتور علي نبوي أستاذ الطب النفسي واستشاري المخ والأعصاب جماعة الأظهر نورتني يا فنم شكرا ليكي وصباح الخير يا مصر